السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة الحلقة النهاردة رقم 15 وتكلمنا في الحلقات الماضية عن علامات الساعة الكبرى وذكرنا علامة المسيح ظهور المسيح الدجال والعلامة التانية نزول عيسى عليه السلام الذي قتل المسيح الدجال وذكرنا العلامة التالتة اللي هي ظهور يأجوج ومأجوج وقلنا تفاصيلهم في الحلقتين اللي فاتوا النهاردة في الحلقة اللي إحنا فيها النهاردة إن شاء الله هنكمل فيها بقيت علامات الساعة الكبرى للبقين علامات الساعة الكبرى كام؟ عشرة علامات الساعة الكبرى لها ترتيب معين الحقيقة اجتهت وتمنى أن أكون أصبت لأن كل الحديث التي وردت في علامات الساعة الكبرى غير مرتبة الحديث رواها مسلم أن النبي عليه السلام ذكر علامات الساعة الكبرى بشكل وذكرها في حديث ثاني أيضا عند مسلم بترتيب ثاني خالص ولكن السمى اللي كانت واضحة جدا أن العلامات سريعة جدا وراء بعضها يمكن أو أكتر فترة يعضوها هي الفترة التي تكون سبع سنوات التي يقضيها عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال وبعد موت يأجوج ومأجوج هنتكلم نهاردة عن السبع علامات اللي باقيين وهم برضو زي ما قلنا كده هي موجز أنبايا الأخيرة وإلا فكل علامة كانت بتستغرق مني درس سبعة ونص كاملة لكن هنحاول نهاردة نحط رؤوس أقلام كده على السبع علامات الكبرى الباقية والحلقة القادمة نتكلم بقى عن بداية بقى النفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وكيف يتم الحشر مرة أخرى موضوع في غاية الخطورة والأهمية هنتكلم نهاردة عن العلامة رقم أربعة وهي طلوع الشمس من المغرب الطبيعي يا جماعة أن الشمس بتشرق من المشرق وبتغرب من المغرب خدوا بالكم ولذلك سيدنا أبريم لما كان بيناظر أن مرود ابن كانعان وبعدين بيقول له يعني أن ربنا بيوحي الموت قال لا أنا وحي وأميت فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين فكان إعجاز عظيم جدا في قبل يوم الإيامة من دون علامات الساعة الكبرى إن الناس الصحية الصبحية هيفجأوا بمفاجأة عجيبة إن الشمس بدل ما تشرق من المشرق لا ده تغير النظام الكوني والشمس هتشرق من المغرب وتغرب من المشرق والموضوع دوت لن يستغرق إلا يعني وقت بسيط جدا ثم بعد ذلك تعود الشمس إلى طبيعتها لكن هيحصل الموضوع دوت وبعد ما هيحصل هيترطب عليه أشياء عجيبة الشكل تعالوا نشوف الأول الأدلة على خروج الشمس أو طلوع الشمس من المغرب قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الحقيقة ده معنى الكلام دوت معنى إن الشمس لما تطلع وطبعا هنعرف دلوقتي إن يوم يأتي بعض آيات ربك إن المقصود بها هنا هي طلوع الشمس من المغرب وده اللي هيوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم يبقى السنة موضحة للقرآن الآية هنا لم توضح إن المقصود بكلمة بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من المغرب الحديث بقى يوضحها هنا معنى الكلام إيه؟ معنى كلام إن عند طلوع الشمس من المغرب لو واحد كافر حب يسلم لا يقبل إسلامه تخيلوا؟ ولو واحد مؤمن حب يزداد إيمانا لا يقبل منه الزيادة إنما يقبل حاله الإيماني اللي هو عليه عشان كده بوصي إخواني وأحبابي خليك على أعلى درجة إيمان عشان لو ظهرت هذه العلامة مش هتقدر تزوت وبقول لأي إنسان مش مسلم إلحق نفسك وإسلم ربنا يحفظكو ويبارك فيك يا رب ويشرح صدركم للإسلام لإني لو ظهرت العلامة ديت لو حاولت إنك تنطأ الشهادتين مش هيقبل منك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها خد بالك بقى فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون لأنها آية عظيمة جدا وآية يعني حاجة خطيرة تغيير في نظام الكون شمس اللي طالع من المشرك وتطلع من المغرب وتغرب من المشرك حاجة تغيير للنظام الكون بشكل يعني ملفت للنظر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآها الناس أولا من الناس يشوفوا الشمس طالع من المغرب يؤمنوا إن خلاص القيامة قربت خلاصه إن دي علامة من علامات الساعة الكبرى فيؤمنوا أجمعون مش هيفضل واحد على وجه الأرض اللي ما هيؤمن بس في مشكلة مش هيقبل إيمان الكافر ومش هيقبل الزيادة اللي عايش زودها المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم وده كلام النبي مش كلامي قال النبي فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال أبو هريرة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بادروا بالأعمال ستا كان من ضمنها طلوع الشمس من مغربها نطلع من الحاتة ديت بدرس جميل جدا أنه لا تقبل التوبة في حالتين الحالة الأولى عند غرغرة الروح يعني لو الإنسان فضل حياته كلها على المعاصي ومرضيش يتوب أبدا والناس كلمته وتتطبط عليه وحاولوا ياخدوا بإيده إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى ورفضوا بعدين جيبا وهو خلاص الروح وصلت إلى الحلقوم وشاف الملائكة وهم نزلين وقال تبت لا تقبل توبته في هذا الوقت لأنه خلاص أصبح الغيب شهادة ولذلك خبالك من حاجة هو الإنسان إيمانه بيتحقق إمتى؟ إيمانه يتحقق حينما يكون إيمان بالغيب ولذلك أثنى ربنا على أهل التقوى وقال في بداية سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب أؤمنون بالغيب طيب لو أنا شفت قدامي الجنة والنار خلاص شفتهم وآمنت ما هي بقت شهادة إنما إيماني بقى يحكم علي أو يحكم لي بإن أنا آمنت فعلا حينما أؤمن بكل ما أخبر عنه جل وعلا وكل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وإن أنا أؤمن بهذه الغيبيات كلها وهو ده إيمان المؤمن فإنبع السلام بيوضح إنه لا تقبل توبة العبد حين الغرغرة الدليل على ذلك ما رواه أحمد وتلمذي بسند حسن أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر طب والحاجة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة طلوع الشمس من المغرب ما ينفعش حد كافر يؤمن وما ينفعش حد عاصي يتوب وما ينفعش حد مؤمن يزود إيمان في هذا الوقت لأنه بيتختم على العمل بنفس الدرجة اللي أنت عليها قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبة مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أظن الكلام واضح جدا دي العلامة التي ذكرناها العلامة رقم 4 يبقى العلامة رقم 4 طلوع الشمس من المغرب لو طلعت لو واحد كافر حب يؤمن ما ينفعش لو واحد مؤمن حب يزود ما ينفعش لو واحد عاصي عايز يتوب ما ينفعش عشان كي بيقول نلحق اللي ما اسلمش يسلم ربنا يحفظكم واللي ما تبشي يتوب والمؤمن يزود إيمانه ويكون عالي الهمة ويسارع إلى مغفرة من ربه وسارعه إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون احنا في سباء حقيقي العلامة الخمسة ظهور الدابة الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى تأتي لتميز المؤمن عن الكافر والمنافق الدابة دي لها وظيفة تظهر هذه الدابة كما قال ابن كثير تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله سبحانه وتعالى وتبديلهم لدين الله الحق فتكلم الناس وتخاطبهم تخيلوا حضراتكم لما دابة تظهر حتى أن بعضهم ودي تأولات لبعض أهل العلم ليس عليها أي دليل قالوا أن الدابة هي الجساسة التي ظهرت في حديث تميم الداري الذي رواه مسلم اللي كانت مستنيهم على الجزيرة عشان توريهم المسيح الدجال لكن ليس عندي دليل من السنة يدل على ذلك هي دابة دابة أي دابة بقى شكلها إيه جميلة حلوة أمورة ما يفرقش معنا الكلام ده كل المهم إن هي دابة ربنا سبحانه وتعالى هيوجدها الدابة دي توظفتها إن هي تفرق ما بين المؤمن وما بين الكافر والمنافق تيجي على المؤمن خذوا بالكوا بقى يقول بعض أهل العلم كان برضو الحديث الذي ورد فيه ضعف إن هي معها عصى موسى ومعها خاتم سليمان يقال إن هي تضع خاتم سليمان على وجه المؤمن فيجل وجه المؤمن ويزداد نورا وتمسك عصى موسى عليه السلام وتضرب به على أنف الكافر والمنافق فتختمه فيصبح هناك الناس خلاص أنا مهما تظهرت قدامك بالإيمان وتكلفت قدامك وحاولت أظهر لك ما فيش حاجة الدنيا هتبقى كلها مكشوفة هتبقى فتنة جبيرة جدا جدا لأن الناس في هذا الوقت هينادوا بعض ما بينهم ما بين بعض بدلا ما يتقال يا أحمد يا محمد ويا سيد ويا عبد العال ويا فلاء ويا عبد الباقي كله هينادوا بعض يا مؤمن ويا كافر تخيلوا الفتنة يعني سبحانك يا ربي تخرج هذه الدبة كما قال ابن عباس تكلم الناس كلاما قال جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم هتقول لهم إيه أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دي الكلمة اللي الدبة هتقولها دي أهل النفاق والكفر تقول لهم إن الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الدبة هتتكلم هتتكلم وتيجي على المؤمن وتجتج له وجهه نورا وبهاء وضياء وتيجي على الكافر وتختمه فوجهه يبقى واضح جدا لناس إنه هو كافر سبحانك يا رب الأدلة على خروج الدبة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاثم إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذكر منها دبة الأرض تعالوا نكمل مع بعض بقية علامات الساعة الكفر ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض علامات الساعة الكبرى ذكرنا طلوع الشمس من المغربة وذكرنا الدبة الدبة حينما تخرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لوهو مسلم خدوا بالكم الدبة وطلوع الشمس حاجة بقى عيبة جدا اللي تنندل فيهم واحد يعني شوف فقادي تتابع الآيات والعلامات الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها خدوا بالكم طبعا دي أول الآيات يعني بعض الناس قال أول الآيات المسيح الدجال وبعضهم قال أول الآيات هي طلوع الشمس من مغربها فالمسيح الدجال دي أول آية من الآيات العادية جدا الآيات اللي هي البشرية ظهور واحد من البشر أما أول الآيات الكونية اللي يكون فيها تغيير في نظام الكون هو طروع الشمس من المغرب هو على تعارض بين هذين قال صلى الله عليه وسلم أن أول الآيات تخرجا طروع الشمس من المغرب وخروج الدب على الناس يضحى يبقى الشمس لما تشرق الصبح كده بعد الفجر الآية بتاعتها أنها تخرج من المغرب تشرق من المغرب مش من المشرق وفي وقت الضحى مباشرة تخرج الدب في نفس اليوم خد بالك قال صلى الله عليه وسلم من أول آيات خروجا طروع الشمس من المغرب وخروج الدب على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا وطبعا واضح جدا أنهي علامة قبل التانية شيء طبيعي الشمس بتشرق قبل الضحى فإذا الشمس هتشرق الأول من المغرب ثم تخرج الدب في نفس اليوم قاله طب ليه قاله عشان طروع الشمس من المغرب خد بالك ده هيوقف مسألة الإيمان والإيه والتوبة إن لو واحد كافر عايز يؤمن قالك مش هيقبل منه لو طلقت الشمس من المغرب دي علامة من علامات الساعة الكبرى طيب ولو واحد تايب عايز يتوب عاصي عايز يتوب مش هيتوب ولو واحد عايز يزداد إيمانا مش هزداد قالك فتخرج الدب لتتم العمل بمعنى إيه بمعنى إن خلاص الكافر فضي الكافر والعاصي فضي العاصي والمؤمن فضي المؤمن فتخرج الدب وتكمل العمل دوت عشان توضح وتكشف الحقائق وتوضح الناس لبعضها فتيجي على المؤمن فتجلوا وجهه نوراً وضياءاً بالعصر. فيظلم واجهه ويصبح واضحا عليه انه رجل كافر. ويصبح هنا بقى وهنا الفتنة. الفتنة ان الناس في الوقت دوت يتنادى بعضهم مع بعض. ينسوا الاسماء بقى ويبتدي فلان ينادي. يقول يا كافر. والتاني يا مؤمن. ويبقى عاديم مع بعض على صفرة كده لو سمحت كباية مهي يا كافر. طب بعد قصدك نويني الطبق دوت يا مؤمن. يتنادى الناس فيما بينهم يا مؤمن ويا كافر. سبحانك يا ربي. شيء عجيب جدا وفتنة كبيرة جدا يبقى تلقى الشمس من مغربها وفي وقت الضحى مباشرة تخرج الداب على الناس تميز المؤمن من الكافر. ثم تأتي العلامة التي تليها وهي الدخان. الدخان حاجة علامة عاجبة جدا ودي اخر علامة هيشوفها اهل الايمان. خدوا بالك وجماعة. احنا قلنا ان ظهور المسيح الدجال وبعدين نزول سيدنا عيسى يقتل الدجال وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج وبعدين هلاك يأجوج ومأجوج خلاص يهلكوا وبعدين تلوع الشمس من المغرب خلاص يتقفل التوبة ويتقفل الايمان وبعدين تيجي الدبة تفرق بين المؤمن والكافر خلاص يتعرف مين المؤمن ومين الكافر ثم تظهر آية او او علامة الدخان ودي اخر علامة هيشوفها اهل الايمان لان بعدها مباشرة تأتي الريح اللينة فتقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى على وجه الارض مؤمن ابدا ثم بعد ذلك بقية الايات الاربعة او بقية العلامات الاربعة احنا قلنا المسيح الدجال ادي رقم واحد نزول سيدنا عيسى ادي اتنين ظهور يأجوج ومأجوج ومأجوج ادي ثلاثة تروع الشمس المغرب ادي اربعة الداب ادي خمسة الدخان ادي ستة فضل اربع علامات الاربع علامات الاربع علامات الاخيرة لا يراها مؤمن ابدا ومش هيكون موجود اي مؤمن على وجه الارض وده التحقيق اللي عملته في كتاب قصة النهاية وتحقيق جميل جدا جدا بيوضح لك كيف يكون الترتيب لعلامات الساعة الكبرى واسأل الله ان يكون مصيبا في هذا الترتيب علامة الدخان دي العلامة الاخيرة التي يراها المؤمنون فهم مش هشوفوا الخصوفات التلاتة ومش هشوفوا النار التي تطرد الناس الى محشرهم ظهور الدخان علي ادلة من القرآن قال جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ايه هذا عذاب أليم هو بيقول يغشى الناس كلمة هذا عذاب أليم اي انه يقال للناس في هذا الوقت يقال للكفار اللي هيصاب بهذا الدخان هذا عذاب أليم او يقول الكافر لاخيه غبالك هذا عذاب أليم يعني الناس يقول لبعضهم هذا عذاب أليم او يقال لهم من قبل الملائكة الرحمن سبحانه وتعالى او من قبل اي حد هذا عذاب أليم الدخان لا يصيب المؤمن الا كالزكمة يعني المؤمن اللي هيحضر آية الدخان هيصيبه من اثر الدخان زكام يعني يحصل له زكام كده في الانف اما الكافر فالدخان دوت يفقب مسامع يخرم طبلة ودنه عقوبة لهذا الكافر سبحانك يا رب حاجة في كمة يعني حاجة في كمة الرعب ان يجي دخان من السماء دخان واضح جدا وقوي جدا يملأ الكرة الارضية المؤمن يصاب منه بشيء من الزكام ولا يتأثر واما الكافر فتفقب مسامعه الدليل على الدخان من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم بادره بالاعمال ستا وكم من ضمنها الدجال والدخان وجاء في رواية مسلم في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى الدخان فإذا انتهت علامة الدخان جاءت الريح اللينة الريح اللينة الله الريح اللينة دي شكو محمود دي علامة من علامة الساعة السوبرى صح؟ آه مش علامة من علامات الساعة الكبرى ومال جات ليه في الوقت دا وتمانا قلت لحضراتكم لما جينا نتكلم عن علامات الساعة السوبرى قلت لحضراتكم ان علامات الساعة السوبرى 94 علامة منهم حوالي 88 علامة تقريبا لا أجزموا بذلك خلصت خلاص أو بعضها خلص وبعضها اتوجد ولكن مستمر زي علامة الفتن مثلا مستمر إلى قيام الساعة ومنها علامات بسيطة جدا يعني لا تتعدى ستة أو سبعة دي هتفضل موجودة وتظهر بين ثناية علامات الساعة الكبرى كم من ضمنها الريح الليينة زي ما قلت لحضراتكم زي ما قلت لحضراتكم ان بعد وفاة سيد نعيس عليه السلام وبعد وفاة المهدي ستهدم الكعبة ويأتي رجل اسمه ذو سويقتين ويهدم الكعبة ودي علامة من علامة الساعة الصغرى ويرفع الكرآن من المصاحب فالصدره دي علامة من علامات الساعة الصغرى هنا ايضا تأتي علامة من علامات 9 صورة وهي ريح اللي ينا ايه لسمة ريح اللي ينا دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لان الفترة اللي بعدها فترة صعبة جدا هيحصل خصفات في الارض الارض هتتبلع بالناس الارض هيتخسب بيها وامم كاملة وقرى كاملة ومدن كاملة هيتخسب بيها تحت الارض وهتظهر نار بعد كده تحشر الناس لارض المحشر وهيبقى فيه اهوال بعد كده في نفخة الفزع والصعق والبعث وما ينفعش حد من المؤمنين يصاب ولا يشوف الاهوال الكبيرة دي فمن رحمة ربنا تأتي الريح اللي ينا فتقبض ارواح المؤمنين بكل رحمة وحتى اسمها واضح الريح الطيبة او الريح اللي ينا كما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي الريح الطيبة او الريح اللي ينا فتقبض ارواح المؤمنين حتى لو هرب المؤمن في جوف جبل لدخلت خلفه حتى تقبض روحه ثم يبقى بعد ذلك شرار الخلق يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق وفي حديث عند مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله هيعودوا فترة كبيرة يتهارج الناس تهارج الحمر ربنا عافينا عافيكم قتل وسلم زنة شرب خمر عبادة اصنام ما ينفعش دول بقى خلاص الساعة تقوم على دولة ليه ما فيش حد هيؤمن بعد كده وما فيش حد مؤمن موجود فتأتي الخصفات الثلاثة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روه مسلم ان الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات ومن ضمنها ثلاثة خصوف او ثلاثة خصوف خصف بالمشرق بأرض المشرق بانتقشر ايه يقول الله وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب ومعنى الخصف زي ما قلنا تتفتح الأرض ويخسب بالناس وردت خصفات قبل كده لكن مش مقصود بها الثلاثة خصفات دي زي قارون فخصفنا به وبداريه الأرض وزي الجيش الذي سيقصد المهدي عليه السلام يخصف به يخصب بأوسطي ثم يخصب بأولي ثم يخصب بأخيري ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر بهذا الخصف وإن النبي عصم أخبرني في آخر الزمان خصف ومسخ وقصف ده مش المقصود المقصود خصفات ضخمة جدا ستهبت فيها بلاد ويخسب فيها الأرض ثم تبقى بعد ذلك آخر علامة من علامات الساعة الكبرى وهي النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر تيجي النار وتخرج هذه النار من أين قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذه النار تخرج من بلاد اليمن من قعرة عدن وفي رواية أنها تخرج من بحر حضر موت وفي رواية تلتة وربعة لكن مقصود الرواية دي أنه هيبتدئ خروج النار من قعرة عدن ثم ينتشر بعد ذلك جهة المشرق ثم يأتي إلى المغرب ولا يبقى مكان على وجه الأرض إلا والنار تحشر الناس وتحصرهم لحد ما توصلهم للمكان بتاع أرض المحشر قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حينما سئل سأله عبد الله بن سلام عن أول أشرات الساعة قال أول أشرات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وجاء في رواية حضيفة بن أسيد كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم العجيب هنا أن النبي قال هو ده أول أشرات الساعة وهنا قال آخر ذلك فالمقصود أول أشرات الساعة أي أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة لأن النار ديت بمجرد ما تظهر وتحشر الناس بعدها مباشرة ستتتابع الأحداث عشان تقوم القيامة ثم ينفخ بعد ذلك في الصور نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث دي العلامات فهو بيقول لك أن دي أول علامة بالنسبة لعلامات يوم القيامة وهي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى فلا تعارض بين الحديثين قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس بعد كل دوت هتنتهي الدنيا بعدها مباشرة نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر